مرحبا بكم معايا من جديد فيديو جديد على القناة كانت من يلقاكم في احسن الاحوال في تمام الصحة والعافية ان شاء الله اليوم نشارك معكم وصفة ناجحة للمرتدلة في المنزل بواحد طريقة الي جيد سهلة وغادي تنجح مع اي واحد فيكم جربها بها الطريقة الي غادي نعطيكم ان شاء الله غادي نشارك معاكم ليزاستيس باش تجيكم مرتدلة على هات الشكل هذا بحل اللي كتباح في المحلات وكيجي الشكل ديالها راقي وكتجي عاقدة يعني كتجي واحد الشكل ديالها كما كتشوفو كيجي زوين بزاف شكلا ومضاقا هاد المرتدلة هدي هي المعتمدة عندي تقدروا تقدموها لوليداتكم وانتوما مرتاحين كيجي الشكل ديالها من بعد ما خليتها هنا ارتاحت تقريبا 24 ساعة يعني الوقت الكافي هادا من بالليزاستيس اللي كيخليوا المرتدلة ديالنا تنجح ان شاء الله اليوم غادي نشارك معاكم كل شي خليكم معايا وكيما كنقول لكم الي اعجبكم الفيديو ببرتجيوه مع الاصدقاء ديالكم وما تنسوش انكم ضغطوا على زير الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد في القناة بالنسبة المكونات اللي غادي نحتاج الوصفة ديالي هما كالتالي مكونات اللي هما جد بساط وموجودين عدنا في الدار لها الشكل هادا غادي نبدأ على براكة الله هادا هما المكونات اللي غادي نحتاج مكونات بساط بزاف غادي نحتاج جوج معالقة تقريبا ديال الملح صيني واحد المعالقة ديال التوم بوضغ كما كتشوفو إلا ما زوجدتش عندكم تقدروا تكتافيوا بالتوم العادي كذلك غادي نحتاج هنا واحد نص معالقة ديالي بزار الابيض وغادي نحتاج نص مع القادية اللي هريصة بالنسبة للفرمج يستحسن انكم تديروا الفرمج البيض انا ما كانش متواجدة عندي كثافية فقط بهذا غادي نحتاج لسات البيضات الزيتون مقطع بالنسبة للبوضغ البنات هاد البوضغ هادي هي اللي كتعطيت ذيك الكولوغاسيون اللي شتو في اللول ديال الفيديو كتكون متواجدة عند القزار اللي كتتعاملوا معه را غادي هالكوم كتحافظ على الرطوبة واللاكولوغ ديال الحم يعني كتعطيلوا لون زوين كديروها في الصوسيس انا شريتها انا بعشرة درهم غادي نحتاج البابريكا نسكس ديال السميدان نسكس ديال الزيتون وثلاثة المعالقة عندي نتمة ديال الباربة وعندي خلاص هنا ستمائة جرام ديال الهبرة ديال الحم انا راني طحنتها في الدار خاصة تكون مطحونة مزيان انا بحراب بش ما قيبقى وش دوك الشوائب ولا شي حاجة مخصش تكون في هالشحمة نهائيا تقدرو ديرو حتى اه لا داند ولا صدر ديال الجاج حتى هو كي يعطي نتيجة اللي هي زوينة بالنسبة البوضغي لما كانش عندكم اه تقدرو تاخدوا اه داك البوضغ اللي كان نخدمو في الحلويات حتى هي كتعطي لون زوين دابا ان شاء الله غدي ندوزو للطريقة غدي ناخد البيض ديالي على هات الشكل هذا انا خدموني نيكس وغدي نبدأ بالبيض والزيت يعني المواد السائلة وهو ما اللوولين خاص نديرو مولولين باش ما يحصلوا باش ما يدرتو الكفتا هي اللوولا ما غديش تبغيت دولكم لا ماشين غدي نزيد عليها كذلك كاس ديال اه نس كاس ديال الزيت الملحة صينيك يعطيها واحد لما داقرا هي بالبنات جربوها توم ببوضغ انا بنتي ما كتبغيش الحار ما كترتوش بزاف اللي كيبغي الحار يقدر يكترو را كيجي فيها هزوين حتى الهريسة درت منها واحد شوية ما درتاش درت اي قليل وغدي نزيد البوضغ ديالي هاد البوضغ ديالي إلا كتعرفوش يكزار كتتعاملوا معه را هيبيعها لكم ويعطيها لكم خصوصا ذوك اللي كيديرو السوسيس هادوكرا هم كيبيعوها وكتكون عندهم تقدروا تشريوها غادي نزيد ثلاثة المحالق تقريبا ديال المادية الباربا سلقت فيها الباربا وصفيتها وغادي نزيد الكفتات ديالي بالنسبة لباقي المكوينات الزيتون والفرماج غادي نخليهم اخر المرحلة حتى غادي نميكسي مزيان هاد المكوينات هادو عاد غادي نزيد باقي المكوينات بالنسبة خاصة ضروري تطحن مزيان كيما كتشوفو حتى ذاك الخاليط ينساجم مع بعض مع بعضياتهم يولي ودين بحل التكشير ديالهم خاصة تكون خفيفة وتكون متماسكة وتكون رطبة ضروري تكون رطبة مش تعطيكم بحال ذاك المرصد اللي كتبع في المحلات المهم انا المونيكس ديالي راحة تحرقات اشتاكة تخرج لي الدخان غادي نكمل بلوبغة اتشيري كاين المهم انتو ما ديرو مونيكس راحة تعطي نتيجة ليه مزيانة دابا غادي نكمل بلوبغة ديالي على هات الشكل هادا راحة تطحن بقا غي شوية ما غادي نكمله بلوبغة على هات الشكل هادا كيما كتشوفو حتى غادي نساجموني المقادير مع بعضها البعض عاد غادي ندوز باش نزيد الفرماج والزيتون هاد المرصد اللي هادي على الاقل كز عارفو شنو فيها وكتجي ناجحة ودراري الصغار كتعجبهم كتجيهم بحل هاديك اللي كتباع بلوبغة بحل هاديك اللي كتباع بره المهم دابا غادي نكمل في تخلاط ديال المكونات ديالي على هات الشكل من بعد ما غادي ينساجم لي الخالط صافي غادي نحبس وغادي نزيد الزيتون والفرماج وغادي نخلطهم مزيان وغادي ندخلهم في ذاك الخليط الاول على هات الشكل هادا انا كنمشي معاكم اي طاب باق اي طاب باش اه كنبغي نشارك معاكم قاع المراحل بحرى باش ينجح معاكم الوصفات اللي كنعطيكم وهاد الوصفات اللي كنعطيكم هم اللي معتمدين عندي ومجرباهم ويعني كنديرهم كنديرهم وكنعودهم بحيط البنيتة ديالي كتبغي الكاشير بززاف ما كنبغيش نشري لها من بره بزاف كنحاول ما امكان انني نصيبولها في الدار شمرات كنصيبولها ببلادان شمرات كنصيبولها بالكفتة كل مرة على حساب اللي عندي موجود هاد المرة قلت علاش الله ما نشاركش معاكم حتى انتم الطريقة راها هاد المرتدي اللي كتعجب الكبار والصغر ماشي غايد دراري الصغار المهم دابا غادي ندوز من بعد ما خلط المقادر ديولي كاملين غادي ندوز باش نكمل معاكم طريقة رات محالي واحد الفيديو المهم غادي نوريكم في واحد الكونتي اللي بقاتلي كنصرحوا البنات السلوفان على هاد الشكل هادا كيما كتشوفو خصو ضروري يكون مسرح يخصو يكون يعني الفائد ديال السلوفان من من الجهتين بجوج بحر باش تحكمو في البودان ديالكم اللي غادي تصيبو غادي ناخد الخالط ديالي على هاد الشكل هادا كيما كتشوفو غادي نصرحو على شكل طولي على هاد الشكل هادا كيما غادي تشوفو المهم كيجي رائع جربوه على حسابي على هاد الشكل هادا يعني كان قادوه تقدروا تديرهم مقبار تقدروا تديرهم صغارين على حساب انتو ما شنو بغيتو إلا ما بغيتو إلا ما بغيتوش دير السلوفان راكين واحد ليمول ديالك شير غادي هما كبارين شي شوية أنا كان بغي بحال هاكا غادي نقطع الجوانيب كيما كنت لكم ضروري تخلي الفائد في الجوانيب بجوج وleneB liksom بالنسبة للسلوفان ظروري بلسقوا السلوفان البنات مع السلوفان على هاد شكل هذا واضغطو علي ل Ash Luigi غادي تشكله بشكل ديال المورس ديال send for a Tayla على هاد الشكل هادا لمن ما شوفو ما عيالة الطريقة كينا نذيره ونشد من الجوانب ونحركه حتى نحصل على الشكل مرتديل على هذا الشكل هذا نحركه ونحاول ما امكن البنات ان ينضب له السلوفان ونحصل على الشكل مرتديل طبيعيه منزليه ناجحه بكل مقاييس شكلا ومداقا المهم سنكمل طريقه ونقطع فاش ضروري يجب ان تعقدوهم مزيان كما كتشوفو ضروري يجب ان تعقدوهم مزيان بحرفاش تردوهم يطيبو ما يتحلوش ليكم وهما كيطيبو على هات الشكل هذا ونضبل لهم دابا نزيد واحد سلوفان اخر كما اقول لكم باش ما يترتقليش فاش يكون كيطيب كذلك نفس الطريقة اللي درت في اللون على هات الشكل هذا تقدروا تديرو لو بغيتوا تديرو بابي أليمينيوم تقدروا تديرو بابي أليمينيوم غير انا كالسلوفان كيجيني صحي لك شي على جدرتو محيط وخيطي يعني ما كان شي خاطر مهم على هات الشكل هذا غادي نبقى ندور في البودن ديالي على هات الشكل هذا حيث نحصل على الشكل اللي بغيت انا مهم هكرا كيجيني يتمشي معك بكل سهولة عاوثاني غادي نعقد الجوانب على هات الشكل كما كتشوفو بالنسبة لبنادس الزيتون تقدروا تديرو حتى الزيتون يعني يعني صينا يمحيط له العظم حتى هو كيعطي ماضاق وكيعطي منضب بالنسبة لما تديرو الفرماج والزيسون تقدروا تديرو الأعشاب المونسيما حتى هما تديرو الزعتار اللي يسيبوليت مهمشي حاجة أي حاجة بغيتوها تقدروا تنسمو بها المورتاديلة ديالنا المهم على هات الشكل هذا من بعد غادي ناخدهم وغادي نديرهم في واحد الكسكاس وغادي نخليهم يطيبوا على الأقل 45 دقيقة وبالنسبة للسير اللي كيخلي المورتاديلة ديالنا كيجي بحالها بحال برة خاسكم على الأقل اللي بنتفاش يطيبوا على الأقل تخليوهم 24 ساعة يرتاحوا مزيان عاد تقطعوهم باش فاش تبغيوا تقطعوهم كيكونوا متماسكين وما كيجوا ما كيتقطعوش لانا كنشوف كنشوف شي كاشير فاش كتبغي تقطعوك يبقيت فرتتلك هذا اللي كيجيكم تقريبا بحال بحال ديال المحلات كيما قلت لكم في اللول ديال الفيديو من بعد ما خليتهم تفوروا 45 دقيقة خليتهم 24 ساعة بالنسبة لبودانة صغيرة كلوا هادي اللي بقاتلي غدي ندوز باش نشكلها ونقطعها قدامكم باش تشوفوا كيجا كيجات بريتو المورتاديلة ديالي خاص شي موس ماضي باش ما ما تفرتتش معاكم مهم كيجي الشكل دياله على هات الشكل هذا كيجي الشكل ديالها راقي والمأضاق ديالها كيجي زوين بززف المهم انا قدرت لها تزيين شوي ديال السلاطة شوي ديال الخيار شوي ديال المطيشة المهم نتوما على حسب تزيين كيبقى على حسب كل واحد فيكم وباش كيبغي يدير تزيين مهم ديبا غدي ندوز باش نقطع الكاشير ديالي على هات الشكل هذا بالنسبة للفرماج مبقاش كيبان كيما قلت لكم في اللول ديال الفيديو كيبان ولكن قليل مشي بزاف كي يدوب ما كيبقاش يبان بزاف المهم ما عليش المهم كيما قلت لكم ايلا بغيتوا ديال الفرماج ديرو داك الفرماج البيض كيعطي شكل زوين هانتم ما شتي الفرماج فين مشا المهم كييجي كيجي مورسا ديال ديالي كيجي على هات الشكل هذا الشكل كيجي قاسحا كي ديال مشي قاسحا في مهم فاش كاس قطحا ما كتفرسيتش معاك كيجي في المضاق ديالها زوين بحال ديال المحلات وكيجي زوينه بزاف شكل الوما داقا كيسكون على هات الشكل هذا انا راني بدلت الموس بحيط داك الموس بلي شوية حافي داك سكين ولا الموس ودرت هاد الموس هذا دا بغادي ندوز باش نكملو اه تقطاع ديال البودان ديالي وغادي ندير تزين في داك اللوبلا وهانتم ما معايا انا راح كيعجب دراري الصغار كاملين كيعجبهم تقدروا مديروش زيسون ديروغي الفرماج كيجي حتى الفرماج كيجي فيه زوين المهم هادي هي طريقة باش كنصايب المورسة ديال لديالي اذا كنتو انت غسي وكنتو بغيتو نصايب معاكم ديال الاداند اه خليولي في صندوق الوصف اه غادي نخليلكم نتميا اه المايل وخليولي الاراء ديالكم والاستفسارات ديالكم اذا كنتو محتاجين شي حاجة كنتمنى هاد الفيديو هاد يكون نالاعجابكم وهاد طريقة هادي تكون جاتكم سهلة كما كتجيني انا سهلة انا شاركت معاكم قاع اه الحوايج والقاع المسائل اللي غادي تخلي اللي غادي تخلي المورسة ديالكم تنجح وتجيب هاد الشكل هذا ما بخلت عليكم البنات بحتاشي حاجة الوصفات ديالي كاملين اللي كنشارك معاكم وصفات اللي معتامدة عندي اما كان نكون كنخدمها المرة اللولة والمرة التانية يعني كنخدمها هي اللي كتكون عندي بالنسبة المورتضي اللي هاد يلي هاد الشكل ديالها كيجات كنتمنى انها تنال اعجابكم متترددوش انكم تجربوها رهها غادي تنجح معاكم الى تبعتوا المراحل اللي شاركت معاكم مع ليزاستيس وما تنسفش أنكم تضغطوا على زر الجرس بالنسبة للناس اللي هم أجداد باش توصلوا بكل ما هو جديد في القناة استوداعكم الله وإن شاء الله إلى الفيديو القادم وكنقلكم شكرا لكم بزاف على المشاهدة ديال الفيديو